الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة وأتمنى أن تكون مفيدة وقد تتعلق هنا بالتعبير الكتابي مكون التعبير الكتابي القسم الخامس فدائي المرجع طبعا هو مرشدي في اللغة العربية إذن هذا المكون لتحدثنا على توسيع فكرة بالشرح طبعا الصفحة 50 توسيع فكرة بالشرح إذن نشرح على بركة الله عدنا هنا توسيع فكرة بالشرح قال أستاذ فاتن إن فاتن طفلة ومن حقها أن تتعلم بعيد قال أستاذ فاتن إن فاتن طفلة ومن حقها أن تتعلم نعم إذن هذه فكرة الانطلاق قال نعم عدنا قال أستاذ فاتن إن فاتن طفلة سنقوم بتوسيع هذه الفكرة ومن حق حتى تتعلم كذلك سنقوم بتوسيعها إذن أتوسع بالتعبير يعني فكرة من أربعة إلى خمس أسطر أول حاجة التخطيط والاستعداد لتلخيص النص أخطط وأستعد لتلخيص النص فأوسع الفكرة عبر تمديد الجملة النوات للنوات مثال قال أستاذ فاتين كما في المثال قال أستاذ فاتين إذا أردنا أن نوسعها قال أستاذ فاتين كيف هو منفعلا أو قال أستاذ فاتين بصوت منفعل قال أستاذ فاتين بصوت منفعل يعبر عن إصراره نعم قال أستاذ فاتين بصوت منفعل يعبر ذلك سنقوم بتوسيع الفكرة الجملة إن فاتين طفلة إن فاتين طفلة إن فاتين طفلة مثل باقي الأطفال إن فاتين طفلة قلنا مثل باقي الأطفال هنا قمنا بتلسع ديالانا إن فاتن طفلة مثل باقي الأطفال إن فاتن طفلة مثل باقي الأطفال لها حقوق نوسعها إن فاتن طفلة مثل باقي الأطفال لها حقوق كحق التعليم والصحة والرعاية إن فاتن طفلة مثل باقي الأطفال لها حقوق كحق التعليم والصحة والرعاية واللعب مع الأطفال واللعبي مع الأطفال طبعاً لها مثل حقوق الأطفال نعم سنمر هنا أنجز المحاولة والتوسيع فيك بالشرح أصوح جمال مستعملاً أصوح الآتية التي أتوسعها فيه تفسير من حق الفتاة أن تتعلم نعم أن تتعلم في المدرسة مثلها مثل سائر البنين والبنات نعم إذن من حقها أن تتعلم من حق الفتاة أن تتعلم يجب أن تعلم الفتاة في المدرسة مثلها مثل سائر البنين والبنات ومن حقها أن تتعلم لأن التعلم يمكن الفتاة ماذا؟ من اكتساب المعرفة العلم إلى جانب الفتاة فهناك تساوي من حق أن تتعلم بفضل التعلم تصبح الفتاة طبيبة وعالمة وأستاذة ومهندسة وغير ذلك إذن بفضل التعلم تستطيع أن تصبح الفتاة طبيبتان وعالمة وغير ذلك أراجع المحاولة لتوسيع الفكرة إن فاتن طفلتان نعم ولفاتن حقوق مثل سائر الأطفال فلها حق ماذا؟ ولها كذلك حق ومن حق كل الطفل عاجز يجب أن تتعلم فتاة نعم لأن التعلم يمكن الفتاة من ماذا؟ من كتساب المعرفة والعلم وبفضل التعلم تستطيع أن تصبح مهندسة وغير ذلك نعم سنرى إجابتنا إن فاتن طفلتان من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أصيبت بشلل الأطفال جعلها لا تستطيع المشياء إن فاتن طفلتان من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أصيبت بشلل الأطفال جعلها لا تستطيع المشياء لذا هنا ولفاتن حقوق مثل سائر الأطفال فلها حق ماذا؟ الصحة والرعاية والحماية ولها كذلك حق الحماية من كل المخاطر ومن حق كل طفل عاجز عن ماذا؟ ربع عن التعلم أن يذهب إلى المدرسة ومن حق كل طفل عاجز عن الذهاب إلى المدرسة أن يتعلم ومن حق كل طفل عاجز أن يذهب إلى المدرسة أفضل ومن حق كل طفل عاجز أن يذهب إلى المدرسة لا أقول تعلم من الأحسن برو من حق كل طفل عاجز أن يذهب إلى المدرسة أن يتعلم يجب أن تتعلم فتاة فاتن في المدرسة إلى جانب الأطفال يجب أن تتعلم فاتن في المدرسة إلى جانب الأطفال لأن التعلم يمكن الفتاة من اكتساب العلم والمعرفة اكتساب العلم والمعرفة وبفضل التعلم تستطيع أن تصبح تستطيع أن تصبح الفتاة طبيبة وعالمة وغسادة ومهندسة وطبعا مهندسة وغير ذلك وعيد هنا إن فاتنة طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة أصيبت بشلل الأطفال جعلها لا تستطيع المشي ولفات حقوق مثل سائل الأطفال فلا حق الصحة والرعاية ولها كذلك حق الحماية من كل المخاطر ومن حق كل طفل عاجز أن يذهب إلى المدرسة أن يتعلم يجب أن تتعلم فتاة طبعا في المدرسة إلى جانب الأطفال في المدرسة إلى جانب الأطفال لأن التعلم يمكنها من اكتساب العلم والمعرفة وبفضل التعلم تستطيع أن تصبح الفتاة طبيبة وعالمة وأسادة ومهندسة وخبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر